موسيماني بعد سانداونز تدرب الاهلي يعني في الكارير بتاعه المياني الاهلي بعد سانداونز مع الاهلي لعب 44 مباراة فاس في 31 مباراة اتعادل 9 مرات وخسر 4 مباراة فقط بيتش موسيماني مع الاهلي في كل البطولات اللي شارك فيها سجل 83 هدف الاهلي تحت قيادته والاهلي استقبل 31 هدف في قيادته طبعا زي ما قلتلكوا الجنوب الافريقي تدرب سانداونز ثم الاهلي منافسه بقى الشاب التونسي اللي بقت عنده خبرات كتيرة الحياة بالبطولة الافريقية معين الشعباني 39 سنة درب حمام الان في ثم الترجي ومستمر مع الترجي من فترة يعني برضو هو راخر عنده استقرار فني كبير طوال مشواره مع الترجي لقى 128 مباراة فاس في 34 ده ده يعني هو يعني اكثر السمراري مانا بقول لك فاس في 84 مباراة اتعادل 25 مباراة وخسر 19 مباراة سجل الترجي في قيادته 211 هدف واستقبل 111 هدف الارقام بتقول انه ده عنده استقرار الترجي فريق كبير بقاله خمس سنين بطل الدور التونسي منافس جيد ومتواجد باستمرار في الادوار النهائية لدور الابطال عشان كده المباراة بين كبيري القرأ بالمعنى الفاعل كل الناس بيتصنى في المباراة دي انها يعني مباراة ذات قيمة فنية خاصة وان كنت انا شايف الكلام ده تقل واحنا باللعب ساندون وبين الله لما نتجاهز زي المباراة هنلاعب الوداد هيتقل تاني او كايزر شيفس وغالبا يعني الناس بترجح كافة الوداد لكن كرة القدم ما فيهاش الكلام او الحسابات المسبقة دي احنا قلنا الاربع دول ما وصلوش يعني بتشكل عشوائي او بضربة حظ هم اربع وصلوا بجدارة اهلي ترجي كازر شيفس وداد وبالتالي بس احنا مطشطنا مع الوداد اكتر من كل الفرق دي ودايما فيها مع الترجي توقس اه مع مقات دي انا قاسف مع الترجي اه فيها الطعم ده اه الطعم خاص شوية اه ونتيجنا بتدي هذا الطعم تحسر ده الدرب الافريقي مزاق تاني اه يعني انت اي مباراة فاردك او برا اردك ما انتش عارف نتيجتها اي اه والحقيقة حتى في مباراة الدور اللي فات البعض لاحظ انه المباراة الكبيرة بتبقى فيها تركاية للمدربين يعني اه بيتشو موسيماني هو بيواجه الوداء ال فاجئ الناس كلها بالمركز الوهمي اللي رمي ربيعة انه يبقى لبرو خط الوسط او قدام استردباكين كانت جديدة بس شغل بها حاجة معينة وخلص بها على فكرة الهدف اللي هو عايده سبق انت عملت اكتر من مرة لا مهي ما فيش يعني لكنه بيفاجئ بها الخصو لا هو الفكرة ودي شرحك واسقاوي مبارح الاستاذ نجيب المستكاوي استاذ حسن هذا الشبل من ذاك لا انت تحس ان هما اه في السن ده لا استايل واحد لما وصل للسن ده الشكل وطريق دي الكلام والعقلية والزهنية الاستاذ زي حسن المستكاوي شرحك واسقاوي مبارح مع اعتقد كان ابراهيم عبدالجوان وكلموا على الماتش ده قال له انا سان داونز بعتبروا احسن فريق كرة وبيلعب كرة في افريقيا صحيح ومش مسألة ان الاهلي استطعنا ان اتجاوز المباراة بجدارة فوز وتعادل ان الفرقة دي لا انما دا يعود الى ان المسيماني عرف يلعبهم ازاي لان لو لعبهم كرة كان ممكن الدنيا تتغير كرة مفتوحة يعني فده جزء من اللي انت بتقوله بقى لماذا فكر موسيماني بهذا لانه كما اشار الاستاذ حسن مستكاوي حط في دماغه النقطة دي هو مرن دول وعارف امكانيتهم فلعب الطريقة اللي ممكن ولذلك مش عايزين على طول ان احنا ننتظر كل ما انا تمناه في كرة القدم عارف موعين الشعباني على حتة التركاية اللي ممكن تفرق كتير المباراة اللي فاتت بيلعب مع شباب بالوزداد الجزائري هو خسر في الجزائر 2-0 جي في تونس ظروفه صعبة جي في تونس سجل جون عايز هدف ويلعب درمات جزاء قبل النهاية بحوالي 7-8 دقايق غير حارس المرمى ونزل الحارس اللي هو في وجهة نظره بيصد يقدر يتصد فالناس كلها قالت لك الله ده هو لسه ما جابش التاني ازاي هو عمل التغيير ده كان ممكن يستنى لاخر دقيقتين ويلعبهم في اخر دقيقة عشان بس هو حاب يعمل ايه حاب يعمل رسالة للعيبة ان الجون جاي جاي بيرفع حالة التركيز الشديدة عند اللعيبة وحالة التفاعل وحالة الاصرار على المكسب وقد كان بمجرد ما عمل التغيير الناس لعبت وشمت طبعا يا ده ده تحليل فزاد الضغط النفسي ده تحليل وسجل ده تحليل مبني بس صدقني مبني على واقع حدث حدث لو هو بالتغيير دي كان ليه بسجون بدلا ما يجيب جون كان حيتقال كلام تاني لكن هو تحسب قال لك انا مقدميش انا الوقتي هندفع للهجوم مقدميش غير ان انا جيب جون طب لو جبت جون ملاعب الراجل يعني هو حسب الحزبة وربنا اكرامه فيها لكن مش معنى كده ان النحل معنوية دي قلبة لا التركيز للعيبة يعني انت برضو بتدور على ازاي تقدر تنحف اللحظة القاتلة دي خبرة مدر برضو برضو تفسيئ ما يعني عامش معاكم لا 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 يعني هو لما يغير بتاع لازم الفرقة تجيب جن؟ لا هو تحسب لعبة ممكن تهمد في فترة تهمد ازاي؟ خلاص فرص ضعت والوقت بيمروا يعني هو لما لقى غير جن قال لا الله ده احنا حط اللعبة في المداء ده التفسير هم ده اللي تقال لان دايما النتيجة بتحكم التقييم فالناس هناك ساعدت جدا بهذا انها فكرة نجحت لان فكرة مش بس انهجحت ان لما وصلت ضربة جزاء الجن يصد كمان اذا يا الله ده توفيق ربنا بقى ده اللي دايما انت وانت بتاخد بالاسباب عايز هذا العنصر المهم الاصد من ده ايه؟ مباراة السبت بين اتنين مدربين في رادس بينهم هذه الخبرات الكبيرة جدا بيتس ومسوماني عنده خبرات بالبطولة الافريقية كبيرة جدا عنده خبرات حتى بمواجهة الشمال الافريقي الترجي والوداد هو كتير لما قابلهم مع ساندون وقابلهم مع الاهل وتفوق وان شاء الله يتفوق في رادس يوم السابق ترجمة نانسي قنقر